برحب بك كلمة جديدة كابتن ميدو بكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشتنا شاشة قناة النادي الاهلي أنا بيسعدني في هذه لحظات ينضميلي طبعا كابتن طيار كابتن محمد اللي سروجي اللي برحب بيه في البداية على شاشة قناة النادي الاهلي يعني برحب بيك طبعا في البداية ومتواجدين مع الفريق ومباراة مهمة ومباراة ساندونز سأعز أتكلم معك الأول على المباراة بتشوف النادي الاهلي وجوده هنا في جنوب أفريقيا ازاي وبتشوف المباراة اهميتها ازاي أهلا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مباراة مهمة جدا جدا يعني الناس كلها متدعم النادي الاهلي الناس كلها في دار النادي الاهلي أعتقد ان المباراة بحاجة تقيلة وبحاجم النادي الاهلي كل الناس متأهبة المباراة بشكل كبير جدا أعتقد ان شاء الله كل الظروف في صالح النادي الاهلي إن شاء الله في احتمالية كبيرة إن الجوي ما يبقاش كويس يوم بورا وإن شاء الله يعني تبقى كل ظروف تبقى ماشية في صالح النادي الأهلي وبإذن الله بإذن الله كل التوفيق للنادي الأهلي يعني إن شاء الله وكلنا دعمين للنادي الأهلي كمشجعين وكموجدين هنا في جنوب أفريقيا فإن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي مميز جدا وعنده حماس كبير جدا لك لعبت النادي الأهلي إن كي لعبت في أجواء أكتر من كده لعبت في أجواء وسط 98 ألف فبتشوف مدى تأثير الجمهور مع لعبة النادي الأهلي بخبراتها الكبيرة ده كبت هو الأهلي أكبر من أي ظروف سواء جماهير سواء حضور أي أن كان الحضور وأي أن كان الجماهير الأهلي فوق كل ده طبعا الأهلي تاريخ كبير جدا في أفريقيا ومش أول مرة يعني نحضر أجواء زي كده في بلد جنوب أفريقيا أجواء بتبقى قوية جدا بيبقى في حضور كبير جدا من الجماهير وكمان سونداونز بيتماز بجماهير عدد جماهير كبير جدا يعني فأعتقد أن المباراة هيبقى فيها حضور كبير جدا ولكن الأهلي فوق كل الظروف اللي زي دي طبعا يعني كلنا كأهلوية قبل أي حاجة متعودين أن نشوف الأهلي في الظروف زي دي والأهلي طبعا يعني السبب الوحيد لفرحاتنا كلنا يعني فإن شاء الله يكون مباراة كويسة وإن شاء الله يعني نتمنى التوفيق لنادي الأهلي في الأول في الأول حالة التركيز اللي أنت شايفها ممكن تدريب الأول لنهاردة لفريق النادي الأهلي التركيز يسامت المعسكرات لفريق النادي الأهلي وكمان البطولة الأفريقية حلم كبير لكل الجمهور بتشوف الحالة دي إزاي وبنينها إزاي لكل المشاهدين والله طبعا يعني بطولة مهمة جدا غابت عن النادي الأهلي يمكن سنين قليلة بس إحنا متعودين أن احنا واغدين على النادي الأهلي متوج ببطولة زي بطولة أفريقيا إن شاء الله السنة دي أنا شايف الأهلي طبعا مباراة دي بيجهز بشكل كفيه تركيز كبير جدا أعتقد إن شاء الله بإذن الله هتبقى مبارقة جدا وإن شاء الله بإذن الله الأهلي موفقة بإذن الله إن شاء الله لكل اللعيبة لعبتنا على قدر المسؤولية كالعدة مش محتاجة رسائل لكن أما بنشوف حب للنادي الأهلي زي كابتن كده طبعا وجزائي كابتن محمد ساعد محتاجين رسائل لكل اللعيبة قبل المباراة طبعا بأتمنى إن هم يبقوا مركزين في الماتش وأتمنى إن هم يعني يرجعوا بأحسن نتيجة ممكنة من هنا عشان يكون المباراة فيها نوع من الأريحية يعني في مصر بإذن الله وإن شاء الله بإذن الله أتوقع بإذن الله مباراة مهمة جدا يعني واللعيبة تأدي أداة كويس جدا يعني إن شاء الله أعرف إن في مفاجأ كده أنا حبك أنت تقول عليها إلي 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 المفاجأ دي مشان أعلى إليها طبعا لسي أحبب تقول لي على المفاجأ والله أنا بقول لكل الناس اللي بتابع قناة النادي الأهلي إن شاء الله حاجة إكسكلوسيف مخصوص للقناة وإن شاء الله تكون أول حدث يحصل في أجواء زي كده بإذن الله شكر جدا شكر جدا شكر كل الشكر والتأدير طبعا للكابتن طيار مدني لكابتن محمد السروجي الداعم لفريقة للنادي الأهلي والمتواجد بيساند أكيد كالعادة مع كل الجالية وكل المتواجدين المصريين هنا كلهم في مساندة الكل بيحاول أنه يعمل أي حاجة للنادي الأهلي لزي ما أكدنا قلنا كابتن ميدو مباراة مهمة ومباراة صعبة الفريقة النادي الأهلي التركيز هي سيمة المعسكرات وأيضا كمان الجالب النفسي اللي بنأكد إليه أكتر من مرة مع الجهاز الفني مستمرت في شغل كبير بيوبزل داخل الملعب وأيضا كمان خارج الملعب إن شاء الله بإذن الله كل هذه الأمور تنعكس علينا كالعادة كابتن ميدو في مباراة السبت في تمام الثالث عصرا الأهلي وصندعونز باتل جنوب أفريقيا أعود إليك كابتن ميدو وكل مشاهديك